الى بحثنا بالامس بالامس قلنا بانه هذا الشأن السياسي وهذه الامامة السياسية كيف يتحقق للشخص كيف تتحقق النبوة للشخص الله يجعله ماذا نبيا كيف يتحقق العلم للشخص اذا درس وصار ماذا عالم كيف تتحقق او يتحقق هذا المنصب السياسي وهذا الشأن ماذا للشخص قلنا توجد هناك اتجاهات ثلاثة الاتجاه الاول وهو الاتجاه الذي يقول من استطاع ان يستلم الامور ويتسلط على رقاب الناس وباي طريق كان وباي مواصفات كان فهو لا انه ولي الامر بحسم الامر الواقع بل هو ولي الامر بحسب النص الديني التفتوا جيدا احنا المشكلة مو انه هذا سوف يكون قائدا واماما وولي امر سياسي لا هؤلاء يدعون ان هذه الولاية التي عنده هي ماذا هي الشرعية لا بد ان يطاع فيها فاذا خولفا ارتكب المخالف ماذا معصية وحراما حتى لو كان هو ماذا فاجرا فاسقا مبتدعا بل افسق عباد الله كما قرأنا وإلا بطبيعة لان كثير من الانقلابات تحصل في البلدان مولانا والشخص يجب حسب الامر الواقع ماذا يكون يكون ملكا يكون رئيسا يكون ولكن الكلام ما تصدر منه من الاوامر والنواهي هذه لها بعد شرعي او ليس لها بعد شرعي اي منهم هؤلاء يدعون بمقتضى قوله تعالى وَأُلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ان هؤلاء ماذا ان هؤلاء مصداق لقوله تعالى واوامره ونواهي تكون شرعية ومخالفته تكون محرمة وبهذا الاتجاه انا اتصور خلاف نص القرآن الكريم لان القرآن الكريم ميز بين امامة حق وامامة ماذا باطل وبناء على هذا الاتجاه بعد يوجد فرق بين امام الحق وامام الباطل او لا يوجد لا يوجد مع ان القرآن قال وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ ماذا الى النار خب بناء على هذا التصور بعد يوجد فرق بين هذه الامامة وتلك الامامة او لا يوجد لا يوجد اي فرق وبعبارة اخرى هؤلاء بعد لا يفرق عندهم امام يدعو الى الجنة وامام يدعو ماذا الى النار يعني امامة امير المؤمنين عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم الى الجنة ويدعونه ماذا الى النار لا فرق بين هذين الامامين اتصور القضية واضحة البطلان لا تحتاج ان نقف عندها كثيرا اما الاتجاه الثاني وهو من الاتجاهات اللي بالامس اشرنا انه حتى يوجد فيه الان بعض من يتبنى هذه النظرية لعله وينسب نفسه الى مدرسة اهل البيت وهو ان الامامة السياسية في الامة التفتوا جيدا اولا لم تجعل من قبل الله لاحد حتى لرسول الله وثانيا ان هذا المقام انما يتحقق باخت انتخاب الامة فاذا انتخبت الامة شخصا صار اماما ماذا صار اماما سياسيا فاذا صار اماما زيازيا عند ذلك الشارع قال اطيعوا ماذا اطيعوا اوامره ونواهيه وان لا الله سبحانه وتعالى جعل شخصا معين اماما سياسيا اعطاه هذا المقام او لم يعطي لأحد هذا المقام لم يعطي لأحد وهذا لا فقط يقولونه بالنسبة الى الامام امير المؤمنين وانما يقولونه ايضا حتى بالنسبة الى ماذا الى الرسول الاعظم صلى الله عليه وآله يقول لم يثبت عندنا بدليل قرآني او غير قرآني نعم الامة بعد ان بلغها رسول الله صلى الله عليه وآله التكاليف والتشريعات الالهية قل الامة بعد لا تستطيع ان تعيش بلا امير فانتخبت لنفسها ماذا اميرا من هو هذا الامير عليها هو رسول الله صلى الله عليه وآله فاذا هذا الجعل بنحو الانشاء التفتور جيدا هذا المقام من جعله لرسول الله الله او الامة نعم قد يقول قائلون بان الامة من اين لها مثل هذا الحق يقولون الله اعطى هذا الحق لمن للامة وان لا في الاصالة هو حق من هو حق الله ان يجعل من يشاء اماما ولكن فوض هذا الحق لمن للامة فالامة هي التي تنتخب ولا بد ان تنتخب مو انه مخير ان تنتخب ولا تنتخب يجب عليها ان تنتخب ماذا اماما فتنتخب هذا او تنتخب ماذا وقد انتخبت رسول الله صلى الله عليه وآله في حياته وانتخبت فلان وفلان وفلان بعد ماذا بعد رحرته عليه افضل الصلاة والسلام اذا الامامة ليست حقا لأحد حتى يسلب او ماذا نعم من حق الشخص اي شخص ان كان مثل امير المؤمنين ان يقول للامة ترى اذا لو انت منتخبيني كنت ماذا ها كنت افضل لكم من هؤلاء وانا اذا لم ينتخبوا لم يرتكبوا امرا محرما وهذا الذي مثلنا له بالامس قلنا شرطي الامة بشرط الامة لها دور على نحو شرطية الاستطاعة ماذا للحج كيف انه ان استطعت فحج وان لم تستطع فلا تحج كذلك هنا ان انتخب من قبل الامة فهو امام وان لم ينتخب حق الامة وان لم ينتخب امام او ليس بامام لا واقعا ولا ماذا ولا ظاهرا لا نظريا ولا ماذا ولا عمليا هذا هو الاتجاه الثاني وهو اتجاه كما قلت لعله يتبناه كثير من علماء اهل السنة والجماعة ويصر عليه البعض وتوجدنا كتابات مفصلة بهذا الاتجاه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة